جمعنا القلوب رسمنا الدروب على نهج دين قويم متين بأحكام ربي وهدي الحبيب جمعنا على إثرها في يقين جمعنا على إثرها في يقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ونحن نتحدث عن جمع القلوب وتآلف النفوس أحب الحديث عن عبادة عظيمة هي طريق إلى ذلك ألا وهي جبر الخواطر ومراعاة المشاعر وهذه عبادة إسلامية عظيمة وطاعة إيمانية جليلة وهي خلق من أخلاق الإسلام وأيضا تعتبر هذه الطاعة وهذه العبادة مما اعتنى به القرآن في آيات كثيرة ومما اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت العناية بذلك حينما نتأمل في شيرته صلى الله عليه وسلم وفي تعامله مع الآخرين نجد أنه قد اعتنى بقبر الخواطر مما يستلزم أن المسلم يحرص على أن يكون من أهل هذه العبادة تكون جابرا لخاطر والديك بالكلمة الطيبة بالرعاية بإحسان القول حتى أن الله سبحانه وتعالى قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فيجبر الإنسان بخاطر والديه كذلك يجبر بخاطر الضعيف واليتيم والمسكين ويجبر بخاطر ذي الحاجة الإنسان المحتاج لا يكسر خاطره حتى إذا لم يجد شيئا فإنه لا يكسر خاطره فالمقصود أن جابرا الخواطر يتأكد مع الجميع يكون مطلوبا مع الجميع ويتأكد في حق مثل الوالد مثل الكبير والضعيف والمسكين هؤلاء يتأكد في حقهم وإلا فإن عبادة مطلوب من الإنسان أن يحرص على القيام بها مع الجميع وحينما نتأمل حتى في الأحكام الفقهية والأحكام الشرعية الواردة في ذلك نجد أنها قد اعتنت بهذا الأمر وأنها قد أعطته حقه من الرعاية من ذلك أن الإنسان يحرص على إجابة دعوة أخيه إذا دعاك أخوك وكانت عنده مناسبة من المناسبات فعليك أن تحرص على إجابة هذه الدعوة وإذا كان عندك عذر في التخلف فتعتدر له لأنه حينما تتخلف ولا تبالي ولا تعتذر وربما تكرر منك ذلك ربما أوقع شيئا في نفسه فالإنسان يحرص وهو من حق المسلم على المسلم جاء في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام أول شيء تحرص على أنك تسلم عليه إذا لقيته لكن مع ذلك يكون الأعظم من ذلك أنه إذا سلم عليك فيجب عليك أن ترد عليه السلام وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا رد السلام وعيادة المريض إذا علمت من إخوانك من جيرانك من أقاربك من ألم به مرض فتحرص على زيارته تحرص على عيادتي والذهاب إليه ومواساته بالكلمة الطيبة وأنه مأجور بهذا البلاء الذي نزل به وتدعو له بأن يرفع الله سبحانه وتعالى عنه هذا البلاء فهذا من جبر الخواطر كذلك قال وعيادة المريض واتباع الجنائز إذا كانت هناك جنازة فتحرص على جبر خاطر هؤلاء وتحرص على استقلاب الأجر من الله سبحانه وتعالى فتذهب لاتباع هذه الجنازة كذلك قال وإجابة الدعوة إذا دعاك فتحرص على إجابته قال وتشميت العاطس أيضا تدعو له بالخير والبركة هنجد أن هذه الحقوق تشتمل على جبر الخواطر وفيها أجر من الله سبحانه وتعالى حينما يقوم الإنسان بها كذلك مما يتعلق بهذه الأمور أن الإنسان حينما يقبل عليه أحد إخوانه وهو في المجلس يمكن أن يكون المجلس كالضاق بالناس فإنه يقبر بخاطره بأن يوسع له يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِيَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ فيقوم بالتوسيع له في هذا المجلس ويقوم فيه جبر لخاطره كذلك مما يتعلق بهذا الأمر حينما يكونون في مجلس ويكونون ثلاثة فقط فإنه لا ينبغي أن يكون الحديث بين اثنين ويقصون الثالث لأن هذا ربما أثر في نفسه وأثر في مشاعره قد جاء في المتفق عليه من حديث بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه أو لأجل أن لا يحزنه وفي بعض الروايات حتى تختلط بالناس إذا كانوا مجموعة أكبر من ذلك لكن لما يكون الحديث بين الثنين والثالث يعني يجلس لحاله ولنفسه ويرى أن الحديث قد حصل فيه الانفراد بين هذين الاثنين هذا يؤثر في نفسيتي وفي مشاعره فالإسلام راعى مثل هذا الأمر كذلك من جبر الخواطر أن الإنسان يعامل الكبير معاملة خاصة يعامله معاملة خاصة ويعامله بإكرام ويعامله باحترام وبتقدير ويقدر هذا الضعف الذي هو فيه وأنت إذا قدر الله سبحانه وتعالى لك الحياة ستصل إلى هذه المرحلة وإلى هذا الضعف فعليك أيضا أن تتعامل بهذا الاحترام وبهذا التقدير وقد جاء في الحديث من حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه أحمد بسنة صحيح أن شيخا كبيرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم من أن يوسعوا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منهم هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا إذن فلابد من اعتبار هذا الأمر وهو أنه يعطي لهذا الكبير احترامه وهو من قبر الخواطر كذلك ما يتعلق بقبر الخواطر أن الإنسان إذا دعي إلى الأكل عند أخيه وقد تكون عنده مثلا مناسبة وعنده شيء وعنده ضيوف ويدعوك وأنت في صيام التطوع وعلمت منه الحرس على أكلك مع هؤلاء وعلى حضورك هذه الدعوة التي دعاك إليها فإن الأفضل أن تجبر بخاطره وأن تقطع هذا الصيام وبعد ذلك أندخ مجال في بقية الأيام من باب جبر خاطره قد أخرج البيهقي بسند حسن من حديث بسعيد الخدري رضي الله عنه أنه صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه فلما قدم الطعام أحد هؤلاء الحاضرين قال إني صائم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم تقول إني صائم كل أو قال أفطر وصم يوما مكانه إن شئت هذا فيه جبر لخاطره جبر لخاطره حينما دعا كذلك من جبر الخواطر أن الإنسان يقبل الهدية إذا حصل وأن أحدا أهدى إليه هدية فإنه يحرص على قبول هذه الهدية ولا يردها وقد جاء في المتفق عليه جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت معناه شيء يسير أو شيء كبير فإني أقبل ولا يرد الهدية بل إذا حصل أنك رديت هذه الهدية لمسوغ شرعي فإنك تبين ما هي علة الرد فقد جاء في الحديث الذي في المتفق عليه من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده النبي عليه الصلاة والسلام وكأنها ظهرت الكراهية في وجه هذا الصحابي يعني شيء تأثرت مشاعره فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم فبين له العلة فتبين العلة ويحرص الإنسان على هذا الأمر كذلك مما يتعلق بقبر الخواطر أن الإنسان عند قسمة الميرات يحرص على إعطاء الكريب غير الوارث على إعطاء المحتاج المسكين الذي يحضر من دون إضرار بالورثة وإذا حضر القسمة أولو القرباء واليتامة والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فيحرص الإنسان على هذا الأمر كذلك مما يتعلق بقبر الخواطر أنك تحرص على تعزية أخيك إذا أصيب بمصيبة وكذلك صناعة الطعام لذوي الميت لأنه قد جاءهم ما يشغلهم ولذلك لا يكون هناك الإثقال عليهم وإنما يكون التخفيف عليهم تأتي لمواساته وليس للإثقال عليه فهذا من قبر الخواطر فالمقصود من قبر الخواطر أنك تعيش مع أخيك في معاناته في أفراحه في أحزانه وتواسيه تهنيه عند الفرح وتعزيه عند الإصابة وتتعامل معه بهذه المعاملة الطيبة وترجو الأجر من الله سبحانه وتعالى كذلك من قبر الخواطر أنك إذا رأيت مبتلى فلا تجرح مشاعره بأن ترفع صوتك أن الله عافاك من هذا الإبتلى إنما تدعو له تدعو له ولا تجرح مشاعره كذلك من ذلك أن الإنسان لا يجوز له الرجوع في الهبه ولا يجوز له أن يمون بالصدقة فالرجوع في الهبه والهدي قد ذمه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه شبه من فعل ذلك بالكلب يعود في كيئه كذلك لما يمن تحصل المنة على هذا الفقير أو على هذا المسكين قال الله ولا تمنون تستكثر وقال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أو أن يعطيه شيئا ويجرح مشاعره ويهين كرامته أو يكون بتصويره وينشر صورته على الناس هذا لا شك أنه من قرح المشاعر فلابد من مراعاة المشاعر ومن قبر الخواطر وهي من عبادات الإسلام العظيمة لا بد أن نحقق ذلك في معاملاتنا حينما نتعامل في بيعنا في شرائنا في أخذنا في أطايانا في سائر تعاملاتنا ونؤجر على ذلك من الله سبحانه وتعالى ونحقق التآلف والتراحم ونبتعد عن التشاح وعن البغضاء أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع وأن يتقبل من الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين جمعنا القلوب رسمنا الدروب على نهج دين قوي من متين بأحكام ربي وهدي الحبيب جمعنا على إثرها في يقين جمعنا على إثرها في يقين ترجمة نانسي قنقر